من بيروت الآن مراسلة الحدث رينة دويه من هناك تطلعنا على جديد التطورات من بيروت ليلة هادئة نسبيا أصبح الآن بالإمكان القول ساعات مضت على آخر غارة شهدتها الضاحية الجنوبية انذار إسرائيلي واحد صدر قبل ساعات من الآن لضرورة إخلاء المناطق المحيطة ببرج البراجينة والحدث وتلاه خمس غارات على الضاحية غارات لم تترك وراءها ألسنة نار كما شهدنا في الأيام السابقة إنما دخان قد يتكشف شكله مع ساعات الفجر زلام دامس كما ترون خلفي وسكون يخرقه فقط صوت الطيران الاستطلاعي الذي يخيم على علو منخفض فوق هذه المنطقة هذا الهدوء ينسحب أيضا على البقاع وينسحب أيضا على الجنوب غارات البقاع تتالت عند ساعات المساء بتسع غارات متتالية في وقت كان نهار البقاع هادئا نسبيا جنوبا ومع محاولات التوغل البري التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي كان النهار حافلا بغارات ورشقات صاروخية ومدفعية وغيرها انطوى النهار على 13 عملية لحزب الله أعلن عنها عبر إعلامه الحربي واستهدب فيها عدة مواقع وثكنات عسكرية إسرائيلية وأيضا يعني المحاولات التوغل والجلت على أكثر من منطقة على طول الشريط الحدودي من مارون الراس وكفر كلا والعديسي وأيضا يارون ولكن يعني الليل على الجبهة الجنوبية هادئة الآن وهادئة قبل ساعات يعني لما يتم تسجيل أي غارة أو أي خرق يعني أو قصف مدفعي أو صاروخي أو غيره وكذلك الأمر في البقاع هذه الليلة إذن يعني هادئة نسبيا على بيروت قياسا بالليالي التي سبقتها ويعني من المستبعد أن نشهد تطورا اتداءا من ساعات الفجر يعني يمكن القول أن هذه الليلة ربما انتهت على سلام طيب فيما يتعلق بما أصدره الجيش الإسرائيلي قبل ساعات على ضاحية بيروت وابتلتها بعدها خمس ضربات مسألة إخراج المدنيين من برج البراجنة وغيرها من المواقع يعني بالإجمال ضاحية بيروت ومحيطها أصبح شبه خاليا من السكان وبالتالي هذه الإنذارات تصبحوا إلى حد ما شكلية إذا أمكن القول لأن الغالبية الكبرى من السكان خرجوا من هذه المناطق وهم حتى لم يعودوا ليتفقدوا حتى منازلهم لأن هذه الضاحية تتعرض حتى في اليوم التالي بعد محاولات فرق الإنقاذ أو رفع الإنقاذ إذا أمكن القول كانت تتعرض لاستهدفات من الطيران المسير فبالتالي يعني صعب أن نتحدث بقى عن حركة نزوح من الضاحية لأنها شبه فارغة من سكانها وبالتالي حتى الأرقام يعني مليون و300 ألف مواطن لبناني نزحة من منطقة إلى أخرى يعني هذا العدد يعني هو العدد الإجمالي الأقصى الذي يمكن الحديث عنه من أصل أربع ملايين أو خمس ملايين لبناني فبالتالي هذه الحركة كانت في أوجها في الأسبوع الماضي إذا أمكن القول مليون و300 ألف شخص نزحة من مكان إلى آخر 180 ألف منهم في مراكز للإيواء نتحدث هنا عن 900 مركز أو 950 مركز أصبحوا الآن معظمهم بطاقاتهم الاستيعابية القصوى قلة من النازحين ما زالت في الطرقات المساعدات طبعا تستمر في لبنان إن كان يعني من المساعدات الدول الكبرى وإن كان أيضا بمبادرات فردية هناك كثير من المعاناة في المراكز للإيواء لأنها بالأساس مدارس ومراكز تربوية وغيرها وبالتالي هي ليست مجهزة على الأقل بوسائل الاستحمام وبمخزون بالمياه وهذا أكثر ما يطالب به النازحون وما يفتقرون إليه يعني المساعدات العينية من ملابس وغذاء هي تصل دائما ولكن المياه هي حاجتهم القصوى وهي المطلب الرئيسي اليوم ريناد ويه مراسلة الحدث من بيروت شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات ترجمة نانسي قنقر